اشتركوا في القناة والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين ويمثل اساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلا سافرا في شؤون مملكة البحرين وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي ويشكل اساءة الى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق وشدد السفير وحيد مبارك سيار على ان مملكة البحرين تحمل الحكومة العراقية نتيجة لذلك مسئولية اي تدهور او تراجع للعلاقات بين البلدين كما تحملها المسئولية السماح لمثل هذه الاصوات غير المسئولة والمسيئة والتي تثير الفتنة وتشكل معاولة هدم وتهديد خطير على الامن والسلم والاستقرار في المنطقة واضاف وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقليمية ومجلس التعاون ان مملكة البحرين تحرص دائما على التزامها نهجا ثابتا بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتطالب الحكومة العراقية بضرورة التصدي لهذه الاصوات التحريضية وردع هذه المواقف التأزيمية كما انها تؤكد انه لا يمكن ان تقبل او تسمح ابدا باي شكل من اشكال الاساءة او التدخل في شئونها من قبل اي شخص او اي جهة كانت وستتخذ كافة اجراءات السيادة اللازمة للحفاظ على سيادتها واستقلالها وامنها واستقرارها واشار السفير وحيد مبارك سيار الان مملكة البحرين تطالب الحكومة العراقية بالقيام بدورها وتحمل مسئوليتها في حماية امن وسلامة سفارة مملكة البحرين في بغداد وقنصلية المملكة في النجف الاشرف وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكذلك بالتدخل الفوري لوقف مثل هذه البيانات والتصريحات المعادية لمملكة البحرين وغير المسؤولة سواء كانت من المسؤولين او من اي جهة عراقية كانت والتي هدفها التأزيم واخلال الامن والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة وقد سلم السفير وحيد مبارك سيار مذكرة احتجاج بهذا الشان الى القائم باعمال سفارة جمهورية العراق بالانابة ترجمة نانسي قنقر